هل يسهم تحسن صرف العملة الوطنية في حدوث عكاس إيجابي للوضع المعيشي؟ تساؤل ينتظر اليمنيون إجابة عملية عليه بعد التعافي الملحوظ في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية وهو التعافي الذي أتى نتيجة سلسلة إجراءات محلية وإقليمية ودولية البنك اليمني المركزي الذي أعلن مؤخراً وصول الموافقة على دفع جديدة من اعتمادات الوديعة السعودية أقر اعتمادات صرف موحدة لسعر الريال بأربعمائة وأربعين مقابل الدولار الواحد وهو ما ينتظر من الحكومة توحيد تسعيرة واحدة لأسعار المواد الغذائية تتناسب وسعر الصرف المعلن فيما يبدو فإن الحكومة تواجه تحدياً صعباً مرتبطاً بتقديم إجابات على قلق المواطنين الذين راقبوا بفرح ممزوج بالحذر سعر صرف العملة فقد ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه طرق تحسين مستوى معيشة المواطنين بالتزامن مع تحسن العملة وأكد مجلس الوزراء على أهمية ضبط الوضع التمويني وتحديد ملائم لأسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق وفق الحكومة فإن الأسعار انخفضت بنسبة معقولة لكن الحكومة لم تحدد حتى الآن ما هي الآليات التي تكفل تحقيق استقرار تمويني وسعري للسلع الأساسية يتناسب مع الانخفاض في أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الريال وبنظر خبراء ماليين فإن هذه الآليات ستساهم في إنجاح المصففة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والبنية التحتية المنهارة فضلا عن تحدي آخر متمثل في مدى قدرة الحكومة على ضمان السمرار تدفق السلع الأسواق وتنفيذ حملات ميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين